إذا متابعين الكرام عودة لمجلس الأمن والأمم المتحدة وقضية الصحراء المغربية ومجددا المسودة ديال القرار خرجات وطالعنا عليها بتقرية ديالأمم المتحدة خرج وطالعنا عليه القرار بأكمله في صالح المغرب مئة في المئة لكن مع الأسف الشديد يوم أمس على منصة تويتر اللي هي إكس حاليا تصدمت من بعض المغاربة حقيقة تصدمت من بعض المغاربة لتقيدوا بهذا المعنى هذا فقط قيدلاحوا ليهم العظمى خداوها وبدأوا ينشروا في الإشاعات والأخبار المضللة وبدأوا يضللوا الرأي العام ويضللوا المغاربة لدرجة القتعة لأن العديد من المغاربة في موقع التواصل معكس يدولوا نفس الإشاعات ونفس الأخطاء ونفس الأمور المضللة فالقرار المسودة ديالقرار ديالمجلس الأمن كلها في صالح المغرب وكأن المغرب هو اللي يكتب القرار ليس لأولويات المتحدة الأمريكية وكأن المغرب هو اللي يكتب القرار لأن ما جاء في القرار ما جاء في المسودة قرار كله في صالح المغرب وما جاء في المسودة القرار كل ما يطالب به المغرب كل شي يجاب وكأن الديبلوماسي المغربية هي الكتبات القرار ومع الأسف الشديد يوم أمس في منصة تويتر منصة Xihi حاليا بعض المغاربة مع الأسف الشديد مشاوخ دوا حد العبارة اللي كتتكرر دائما في النصوص قرارات مجلس الأمن منذ ألفين وسبعاوية تكرر نفس الجملة تكرر ولا علاقة لها بالمضمون المسودة والمضمون القرار في المجلس الأمن ونشرها على أنها خبر جديد وعلى أنها انهزام للمغرب وعلى أنها ضربة للمغرب مع العلم عباد الله يا قوم لكن هذا القرار لا يوجد صالحين لماذا للمرتزقة البوليزاريو قدموا احتجاج؟ وحتجوا على الأمم المتحدة وحتجوا على مجلس الأمن وقالوا لهم أنتم تنحازون إلى المغرب هناك نظركم لماذا؟ إذا كان هذا القرار لا يوجد صالح المغرب لماذا يحتاجون؟ وهذا ما نقول لكم قاعدة بسيطة جدا إذا أردت تعرف حجم الضربة التي تلقىها العدو ما فردة الفعل؟ ما فردة الفعل؟ بسيطة جدا القاعدة إذا لم تفهم ما يوجد في المجلس الأمن وما يوجد في المسودة للقرار ولم تقرأت أي تقرار ولم تقرأت أي تقرار ردة الفعل العدو ستعرف بسيطة جدا بسيطة الحكاية وبسيطة القصة وهذا ما يقع؟ مرتزقة البوليزاريو قدموا يحتجوا على المسودة ويحتجوا كذلك على التقرار الأمن العام للأمم المتحدة الذي يدين مرتزقة البوليزاريو بشكل مباشر ويعترفوا بأن النظام الجزائري هو طرف مباشر في هذا الصراع وهو الذي يقود هذا الصراع ضد المغرب وجاء في تقرأ الأمن العام للأمم المتحدة وجاء في المسودة للقرار المجلس الأمن وهذا كله كان يطالب به المغرب المغرب كان يقول لا أستطيع أن تفاوض مع البوليزاريو الجزائر هي المسؤولة على هذا الصراع وبالتالي دخلوا الجزائر فادل مع معادي لكم في الأمم المتحدة وهذا ما الذي يقع؟ وقاموا بشيطة البارح مع الأسف الشديد في المنصة التي هي تويتر سابقا وقاموا بشيطة بعض الأمور التي صراحة تضمت فيهم حقيقة كنت أعتبرهم رام تقفين ووعيين وعرفين ما يدرون وعرفين ما يدرون في يوم أقول قم الكبرى أنهم رابطين هذه المسألة مع ما يحدث في غزة ونتنياهو وما إلى ذلك من هذه الأمور وبالحديث عن نتنياهو في البارح نشر الخارطة في المكتب وهي خارطة قديمة في المكتب ونشرها على أساس أن إسرائيل سحبت الاعتراب في مغربية الصحراء وبدأوا كيف تدولوها بكاترة لدرجة على أن الخارجي الإسرائيلي اليوم خرجوص بتصريح يوضح لأور بن دور المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في أعقاب ما تم نشره يوم أمس بعض الوسائل الإعلام المغربية نريد أن نؤكد أنه لا تغيير في موقف إسرائيل حول السيادة المغرب الكامل على أراضيها فاعتراف حكومة إسرائيل بذلك قد تم توضيحه رسميا في إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلي بن يامين نتنياهو منذ ثلاث أشهر عن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء ولذلك لما كان للشكوك في ذلك فالخريطة في مكتب رئيس الحكومة هي خريطة قديمة لا تعكس على الإطلاق موقفنا الواضح تجاه هذه المسألة فبدأوا كنشروع تلك الخريطة التي هي خريطة قديمة لأنها ما زال ما تبدلت منذ الإعلان الثلاثي في 2020 النفس الخريطة بقى في المكتب ربطوها بالقرارة المجلس الأمن وربطوها بالمسودة وقال لك الوية المتحدة الأمريكية تقلبت على المغرب هذا ما يريد أن نظام هذا حدرات الجزائري يجب أن نظام حدرات الجزائر يجب أن نظام حدرات الجزائر لماذا؟ لأنه يغطي على الضربة التي تأتيها في 30 أكتوبر لأنه يغطي على الكاريتة التي تنزل عليها في 30 أكتوبر وهم بدأوا يحتاجك من هذا أو يجب أن نظام الجزائري مرتزقة البوليزارو وراكبك على الأمم المتحدة ومسودة القرارة وماذا يقول لك لا يجب أن نظام جملة تكرر كل عام في القرارة يقول لك ضربة للمغرب وقرارة جديدة ضد المغرب ويقول لك لأن المغرب أدانا القسر الإسرائيلي وإسرائيل تقربت على المغرب كذلك؟ هذه النظريات نرى فقط عند البصباع قاس عمان بالله هذا التحليل في هذه العشوائية نرى فقط عند البصباع الذي لم يكن لديه دماغ ولم يكن لديه فأصدمت البارح فأرى بعض المغربة في منصة X على الأقل على الأقل تقرأ المسودة وتقرأ الأمم لا أريد أن تخسرواه وعادك سأحكمه أنا حاولت أن أجيب لكم بعض النقاط المهمة لأجيزة التقليل والأجيزة المسودة ونشرسها لكم هنا في فيديوهات مفاصلة من بينها المجلس الأمن يطالبون النظام الجزائري بقوة كما جاء في المسودة بقوة الإحصاء المحتجزين في مخيمة سيندوف وعرفتوا ما هي الإحصاء المحتجزين في مخيمة سيندوف رانهيار التروباقاندا النظام الجزائري بأكملها طوال العقود الماضية وعندهم لاجئين وعندهم معرفة وعندهم معرفة الإحصاء إذا لم تشاهدوا الإحصاء في مخيمة سيندوف إذا لم تشاهدوا الإحصاء في مخيمة سيندوف لأنهم سيكتشفون أن هؤلاء في مخيمة سيندوف لا علاقة لهم مع الصحراء المغربية هل يأتي من تشارل مالي لا أعرف من المسألة كل واحد منهم يأتي فهذه الأمور كلها تطرقنا إليها وعندما يأتي شيئا في منصة X ويضرب لك هذا الشيء كامل وعندما يلصق في أحد الجملة التي تكرر كل سنة والدوبة بالنظام الجزائري والنظام الجزائري وعندما يرى المسودة لا يوجد فيه نشد لا يوجد فيه نشد لا يوجد فيه الجملة التي تكرر كل عام ودرها فخ لبعض المغاربة في مواقع التواصل الإجتماعي ويقوموا بشوكي ويقوموا بغزة وفلسطين ونيتنياهو ومتحدة المتحدة لا يوجد فيه خلاصة الموضوع القرار من المجلس الأمن الجديد ساعق على النظام الجزائري وعلى مرتزقة البوليزاري لا يتحدث لا على استفتاء ولا على تقرير المعصير ولا على استقلال ولا على استقلالك لا على استقلائها صحرة فيها حرب وفيها قتيل وفيها معرفة شنور ورقم عارف فيها حصار عسكري دمستورة فشة وعين ورفع تقرار ديالو هو تقرار ديالو الآن كي أتصد على القرار ديالو مجلس الآن كي قول لك أنا مشيت شفت مين الدخلة الأطلسي كتبنا شفت طريق تزنيت الدخلة شفت المؤسسة التنموية شفت المستشفيات شفت الناس عيشة عادية تلاقيت معها دوء تلاقيت معها دوء أي أنه يفند كل الأكاديب ديال النظام الجزائر وشي وحدي البارح جاني لسقوف أحد الجملة اللي بطبيعة لحال النظام الجزائري هو المسؤول عنها لأنه ملقاش في نيشد ملقاش باش يبرر وانتظروا بعد التسوية على القرار ديالو مجلس الآن سيخرج بيان إدانة من البوليزاريو في حال يقع العام الفايت وحال يقع العام قبل منه وفي 2021 باش نذكركم النظام الجزائري القرار ديالو مجلس الأمن 26 صفر جوج أن النظام الجزائري خرج بيان إدانة إلا نسيتون فكركم أن النظام الجزائري خرج بيان إدانة ديالو مجلس القرار وهذا العام سيخرج بيان إدانة لأنه يدين نظام الجزائري ومرتزقة البوليزاريو ويشيدوا بالمجهود المغرب لأنه يفضح كعر الواقع أو كعر الأكاديب ديالنظام الجزائري ويقول لك الواقع بصراحة شنو هو يعني شنو انتهى الموضوع وكي نحن جملة طويلة عنه ضف القرار ويقول لك الواقعية على الأطراف في التحلي بالواقعية وماذا هي الواقعية؟ الواقعية هي العكس ديالأحلام والمتمنيات والأوهام فيقول لك الواقعية أي أنه كان بعيدا材 مزيداensity دولة مثلا لنا وس 하기 لا يكون دولة البوليزاريو ولا أيضا مoppingوани والمغرب التي تقسم على الأجوج هذه الواقعية التي تتحر في القرار ديالنظام الجزائري وفتقارياث الأمن العام القانوني فعلى كل المتابعين الكلام سنزيد ان تفصلوا في هذا الموضوع لاحقا إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته